بسم الله الرحمن الرحيم إصابات وعنف في الملعب بشكل غير منطقي وغير مسبوق في حماية الحكم أو في حماية التحكيم على الأقل في أول نصف ساعة لكن في النهاية اجتهد هذا الجيل وحاول ولكن ركلات الحظ الترجحية كان لها دائماً الرأي الأخر زي ما حصل معنا في كاس الأمم الأفريقية حصل معنا في كاس العالم أو في تصفيات كاس العالم حيال واحد النهاردة مالوش نفس أنه يتكلم النهاردة ممكن أطلع أقول لحضراتكم أن صلاح ما كانش محمد صلاح ولا يستحق زي ما ناس كتيرة جداً كتبة ممكن أطلع أقول لحضراتكم هو احنا من غير الشناوي كنا هنعمل إيه هذا المنتخب من غير محمد الشناوي كان ممكن تطلع النتيجة كام هذا المنتخب من غير ياسر إبراهيم كان ممكن تطلع النتيجة كام هذا المنتخب من غير أحمد سيد زيزو لما نزل كانت ممكن النتيجة تطلع كان بغض النظر عن طبعاً إهداره لركلة الجزاء ولكن غير من شكل المباراة أحمد سيد زيزو المنتخب ببقية اللاعبين ليه مجموعة من اللاعبين معروفين بالاسم بيلعبوا كل المباراة وعايز أقول لحضراتكم هو ليس أعتقد أنه خبر وحقيقي أن عقد كارلوس كيروش انتهى رسمياً مع الاتحاد المصري لكرة القادة النهاردة وبخروج منتخبنا الوطني أو بعدم صعود منتخبنا الوطني إلى كأس العالم أصبح كارلوس كيروش وجهازه المعاون طبعاً وبقية المجموعة اللي موجودة في الجهاز خلاص عقدهم بينتهي هذا اليوم دلوقتي يعني يرجعوا من المصر من القاهرة يرجعوا إلى القاهرة عقدهم منتهي كمان عايز أقول لحضراتكم أزيتكم من شعر بيت آخر الشهر ده ينتهي عقد نيلو فنجادة المدير الفني لاتحاد كرة القادة إيه اللي هيحصل؟ دي فرصة بقى للتخطيط ممكن جداً يكون اتحاد كرة القادة من المتواجد دلوقتي شايف أنه من الممكن أن يكون كارلوس كيروش هو المدير الفني للمنتخب خلال مشروع كبير ويستمر خلال الفترة اللي جاية ممكن جداً ممكن يشوف لأ أن كارلوس كيروش مش هو رجل هذه المرحلة ونقدر نجيب فلان الفلاني المصري أو فلان الفلاني الأجنبي الاسم الكبير اللي عايزينه يقود وفق رؤية جديدة اللي عايزينه يقود خلال الفترة اللي جاية مشروع كبير للفوز بكأس الأمم الأفريقية الوصول إلى كأس العالم كان نفسنا أن احنا النهاردة نبقى متواجدين في المنتخبات اللي وصلت كأس العالم أعتقد أن القطر هتفتقد المنتخب المصري أو هتفتقد بشدة الجمهور المصري والشعبية الشعب المصري والشعبية منتخب مصر في الدول العربية لكن برضو خلينا ننظر إلى الجانب الإيجابي هل حد كان النهاردة شايف أن منتخبنا الوطني ممكن يصل إلى هذا الشكل وهذا الأداء الجيد على الأقل أو النتيجة الجيدة أنا آسف مش الأداء الجيد كان عندنا أداء جيد أنا عايز أقول لحضراتكم أننا كنت مبسوط بأداء منتخبنا في بعض فترات المباراة في الشوت الثاني والثالث والرابع أفضل من المباراة اللي إحنا لعبناها هنا في مصر أفضل من المباراة اللي إحنا لعبناها هنا في مصر لكن في النهاية المحصلة صفر المحصلة أن هناك غضب شعبي كبير على محمد صلاح قال هناك غضب شعبي كبير على بعض اللاعبين بالأسماء ولكن طبعا محمد صلاح هو اللي واخد كل الغضب حتى هناك مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي أن محمد ما يفعش بقى كابتن الفريق خلال الفترة اللي جاية طبعا أنا بعذر كل الناس على هذا الكلام الناس من حقها أن هي تنفس عن غضبها وتقول اللي هي عايزاها وتقول أن محمد ده طبيعي جدا بعد نتيجة حلم حلم وكان قدام إيدينا وجاين نمسكه لأن نفسنا بنمسك حاجة فاضية وراح حلم وراح كنا يعني أنا واحد من الناس كنت قاعد بفكر في آخر قبل ركلات الترجيح بفكر ممكن نعمل إيه الفترة اللي جاية علشان نواكب المنتخب ونبقى موجود يعني لو ربنا كان كرمنا وكننا كسبنا والله كان عندي أمل كبير جدا في أن احنا نصعد إلى كأس العالم معرفش ليه لأنه مجموعة اللاعبين اللي موجودين تعبوا جامد جدا جدا ويستحقوا التحية ويستحقوا الاحترام ويستحقوا كل شيء حقيقة يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين أنا هنا بتكلم عن بلدي عن منتخب مصر مش بتكلم عن أفراد موجودين في المنتخب ولكن أنا بتكلم على منتخب مصر كارلوس كيروش الحقيقة بدأ المباراة بشكل غريب جدا يعني رامي ربيعة أنت بتظلم رامي ربيعة أنت جايب رامي ربيعة بقاله كتير ملعبش في المباراة وبتلعبه مباراة زي دي أنا وجهة نظري طبعا كان بداية التشكيل كان خطأ أنت تلعب بعمر مرموش بدون مصطفى محمد كانت بداية غلط هتقول يا عم إسلام أنت كنت بتقول العكس أيوة كنت بقول العكس لأنه ما قبل المباراة شيء وما بعد المباراة شيء آخر هذه هي كرة القدم وهذا هو التحليل في كرة القدم بالمناسبة وحضراتكم شفتوا الشناوي عمل إيه النهاردة وحضراتكم عرفتوا أو مش جمهور الأهلي طبعا بعض من لا يشجع الأهلي اللي رايح في هذا حنرجع تاني بقى لأننا كنت بقى لحضراتكم النهاردة حنتكلم عن المنتخب وحنتكلم عن هزيمة المنتخب وكل شيء ولكن أنا كنادي أهلي بقى عندي يوم الحد القدم مباراة مهمة جدا 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 ومباراة أنا بحمل فيها اسم مصر لوحدي أنا اللي بدافع عن كرة القدم المصرية وحيدا وسط أدغال أفريقي مهمة قومية يوم الحد اللي جاي وكل مباراة أفريقية بقى خلال الفترة اللي جاية هتبقى مهمة قومية يجب على الجميع أن يقف بجانب النادي الأهلي في المباراة القادمة لأنه لقدر الله لو حصل حاجة في المباراة القادمة في ظل بقى حالة الإحباط الكبيرة والشديدة اللي هتبقى موجودة للعبة منتخبنا وحقهم ما حدش هيقدر يقول لهم حاجة عمر السرية حمد فتحي بعد المجهود الكبير اللي عملوه الشناوي أيمن أشرف ياسر إبراهيم رمي ربيعة مجموعة اللاعبين اللي موجودين كلهم مجدئافش اللي ملعبش مجموعة اللاعبين اللي في ندلقالي عندهم مهمة قومية يوم الحد بتقول إيه اللي هو يوم الحد اللي جاي آه اللي جاي ده على طول فعندنا مهمة قومية في البطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا عايزين نكمل فيه بشكل جيد احنا ممثل مصر الوحيد في هذه البطولة هنلعب المباراة اللي جاية إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها حيبقى عندنا بقى البطولة البطولة بعد كده والأدوار اللي بعد كده هنتكلم فيها أدوار إقصائية رايح جاي وحنقدر له النتيجة مش في صلحك هتطلع طيب إيه اللي يحصل يجب على الجميع أن يقف خلف النادي الأهلي خلال هذه المرحلة وخلف الأندية لكلها فيه المصري وفيه بيرامدز أعتقد مكملين في الكونفيدرولية مش أعتقد هم مكملين في الكونفيدرولية وبالتالي يجب على الجميع بقى خلال الفترة اللي جاي أنه يقف خلف هذه الفرق أنا هتكلم هنا عن نادي الأهلي فمنتخبنا النهاردة إن إحنا نصل ل120 دقيقة ونتعادل مع منتخب السنغال مين كان متوقع هذا السيناريو ما حدش كان متوقع السيناريو ده الحياة كلنا كنا شايفين إن منتخب السنغال حيستطيع أن يفوز على منتخبنا الوطني كنا بنتكلم بالحماسة وبنتكلم بالحب وبنتكلم بالعاطفة وبنتكلم بكل شيء ولكن إذا نظرت إلى الملعب والأسماء اللي موجودة والفريق ككل والمنتخب وتصنيف المنتخبين لا المنتخب السنغالي وأنا كنت دايما بقول كده كنت دايما بقول كنت دايما بقول لحضراتكم إن منتخب السنغال هو الأفضل في أفريقيا ما كنتش بقول إن منتخب مصر هو الأفضل منتخب السنغال هو الأفضل في أفريقيا فعلا على رغم من كده إن منتخب مصر كان يستطيع أن يفوز في هذه المباراة ويعمل ملحمة كبيرة جدا كانت تكتمل بالصعود هو عمل ملحمة بالمناسبة ولكن الملحمة دي ما أصبحتش ملحمة لأنها لم تكتمل بالصعود إلى كأس العالم لكن 120 دقيقة من الإصرار 120 دقيقة لعبة كلها الحقيقة لعبة كلها بتموت نفسها في الملعب وعايزة تعمل حاجة لمنتخبنا الوطني واسم بلدهم لكن في النهاية القدرات وصلت لركلات الجزاء الترجحية اللي هي ركلات الحظ الترجحية بالفعل اللي أطلق الاسم ده على ركلات الجزاء هو حقيقي هي ركلات الحظ أخش أحط الكرة كده تطلع فوق العرضة زيزو بلاش مش هكلم عن محمد صلاحو أنه هو الأفضل في العالم والأفضل في كذا وهو اللي بيسدد ومحمد طول المباراة اللي يشوف محمد يقول أن محمد يخش يشوت أول كرة حيضيعها ماء في الماء اللي قاعد معايا فوق قولت لهم قبل ما يخش وأنا شايف أن محمد ماسك الكرة ورايح طولهم ضيعها خلاص اللي بعده فاتخيل حضرتك أن زيزو اللي هو مأدي بصراحة ألب شكل الفريق قطعت له جوه كان من المفترض أن احنا نشوفه بخلال المباراة بالكامل على رغم من أن تنزجي لم يكن سيء في هذه المباراة بالعكس كان بيكتهد وبيموت نفسه ولكن أحمد سيد زيزو نزل غير شكل أداء منتخبنا وضع فرصتين واحدة قطع فيها ومحمد صلاح عملها له حطها بدنغو لو جون خلاص ماتش كان انتهى كانت في ديئة 72 أعتقد أو 73 كان لازم المنتخب السنغالي يجيب جنين علشان يصعد فكانت المباراة انتهت بعدها على طول واحدة من ناحية الشمال ويرقص ويخش وحطها بيمينه كان ممكن جدا تبقى الهدف ولكن خلاص ألف مبروك لمنتخب السنغالي هارد لك لمنتخبنا الوطني إيه اللي حيحصل الفترة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر عقد كارلوس كوريشو انتهى رسميا هو وجهازه المعاون هم خارج منتخب مصر إيه اللي حيحصل حتش عارف ما قدرش أقول له ما عنديش معلومة حتى لاجل الانتحاد كرة القدم هم طبعا دلوقتي تلاقيهم يعني مصدومين مضروبين على دماغهم زي ما بيقولوا دايما المصريين كلهم معظمهم منك أستاذ جمال أستاذ حازم إمام الأستاذ خالد درندلي الأستاذ كابتن محمد بركات كابتن حازم إمام كابتن محمد أبل وفا عمر حسين كلهم موجودين هناك الحقيقة فتلاقيهم يعني من الممكن أن يكون في قعدة خلال الفترة اللي جاية ممكن كيفية التفكير بقى لأن كده كارلوس كوريش رسميا مش موجود مع المنتخب وآخر الشهر زي ما قلت لحضراتكم نيلو فينجادة ينتهي عقده إيه اللي حيحصل هل سيتم تجديد العقود هل سيقود كارلوس كوريش ثور التصحيح خلال الفترة اللي جاية ومشروع جديد لمصر خلال الأربع سنين اللي جايين محدش عارف إيه اللي حيحصل طبعا لما هكون عندنا أي أخبار في هذا الأمر هنبلغ حضراتكم أول بأول ولكن إذا كان هناك من يستحق الشكر في هذا الأمر فهو الجمهور المصري تحقيق يعني لأنه أنا كنت في الاستاد وشفت أن هناك فارق كبير جدا 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 ما بين الجمهور المصري وأي جمهور آخر جمهور المصري مش معنى أن أنت تبقى جمهور شرس أن أنت ترمي الناس وتحد في الناس وتتجاوز الجمهور الشرس ليس بالتجاوزات ولكن كان بالتشجيع الحماسي بالتسعين دقيقة مش فارق معايا مين اللي كان قاعد ومين اللي ما كانش قاعد ومين اللي جمهور لا الشعب المصري كله من حقه يتفرج على المباراة الشعب المصري كله من حقه يشجع منتخبه يشجعه إزاي كل واحد وله طريقته فجمهور المصري يستحق كل التحية ويستحق كل التقدير بعد الواحد بس مش عايز يقول ألفاظ صعبة ولكن بعد اللي احنا شفناه في السنغال وبعد الجمهور عمله يجب أن يكون هناك وقفة مع الجمهور الأفريقي يعني المنتخب الجمهور السنغالي أنا عمري بصراحة خلينا أقول لحضراتكم الواحد سافر السنغال دي كتير جدا سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي أو مع الانداء الأخرى ولكن في النهاية عمري ما كنت بشوف كده بصراحة واحد يقولي الحق فمصر قدم أو الاتحاد المصري اللي كرة القدم قدم احتجاج أنا عارف أن الاحتجاج مش هيقدم حيوقفهم مطشين ولا حاجة ولكن في النهاية غرامة مالية بتاع مش عارف إيه لكن في النهاية مطش خلص سنغال في كاس العالم احنا خسرنا بتاقة الترشح الجمهور أو الشعب المصري غاضب على محمد صلاح ومن حقهم أن هم يغضبوا بالمناسبة محمد صلاح أكيد متأكد وعارف أنه من حق الجمهور المصري أنه هو يقول اللي هو عايزه في خلال النهاردة نهاردة 90 دقيقة الحقيقة يعني أنا كل شوية وأنا قاعد مع الزملاء وإحنا عاديين بنتفرج أو جاء بسس كده قال لهم هو محمد صلاح بيلعب هو محمد بيلعب بجد عموما محمد أنا كنت بقول كده بيني و بين أصدقائي و زملائي محمد ممكن في لحظة يجيب جون وإحنا عايزين محمد يعمل كده لكن محمد للأسف ما جابش جون على قد العشم وعلى قد الحب بيبقى العتاب مصر كلها بتحب محمد صلاح أيوة مصر كلها بتحب محمد صلاح وسيظل كل جمهور المصري بيحب محمد صلاح ولكن وعلى فكرة أنا شايف أن محمد صلاح أحسن لها في العالم أنا شايف كده وحفضل شايف كده مش معنى بالعاطفة وبالانتماء وبالحب وبالملعب وبشوفه نموذج مبهر جدا من بلدي وممثل مصر في كل حتة بشكل جيد وكل حاجة ولكن أنا بتكلم على إنتاج تسعين دقيقة النهاردة أو مية وعشرين دقيقة النهاردة مش عايز أقول قبل كده كمان ولكن المية وعشرين دقيقة النهاردة محمد ما كانش موجود إطلاق محمد ما كانش موجود خالص في المية وعشرين دقيقة لا 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 مش هو ده محمد صلاح فيه محمد صلاح حتى الكرة يعني الكرة واحدة بس يروح بها جون هو ده اللي أنا كنت عايزه زي ما بقول لحضراتكم وإحنا قاعدين كلنا أنا قم جاء بصص كده هو جماعة محمد بيلعب كنت متخيل إن تم تغييره مثلا أثناء المباراة ومخدتش بالي ولا حاجة كل شوية بأسأل السؤال ده لكن محمد بالنسبة لي وبالنسبة لكل المعتقد يعني معرفش لكن بالنسبة لي وبالنسبة لكل المصريين هيفضل اسمه محمد صلاح وهيفضل وحيفضل هيعمل إيه محمد دلوقتي 28-29 سنة معرفش هل هيلحق كاس العالم اللي جاي هيلحق كاس العالم اللي جاي لسه عنده ربنا يديه الصحة والعمر ويساعد ويساهب مع منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية لكن اللي حصل النهاردة انتهى خلينا نقفل الصفحة اللي زعلان ينتقد ويقول اللي هو عايزه تقد وقول اللي انت عايزه من حقك كجمهور تنتقد أنا مش عايز أقول لحضراتكم واحد عملين مش عايز أقول لحضراتكم احنا عملنا إيه كلنا مش أنا الواحدي كلنا كل المصريين اللي متضايقين من الشكل ومن الأداء ومن بعض الأوقات في المباراة لكن في النهاية استطاع المنتخب السنغالي أن يصل إلى كاس العالم ومصر لن تصل إلى كاس العالم في قطر ليست نهاية المطاف خلاص يعني الموضوع مش كده خلاص هنقفل بقى لا لا خالص بالعكس محتاج تطوير تخطيط خلال الفترة اللي جاي بعد تحت كرة القدم خطة واضحة للجميع بشكل علمي وهات مدرب كيروش أو غيره يقعد أربع سنين أربع سنين هيقعد هيعمل ايه يكون جيل قادم لأنه خلي بال حضراتكم معظم اللاعبين اللي موجودين دلوقتي أعمارهم هتعدي فحيبقى أنت محتاج جيل جديد جيل جديد جيل قادم لكرة القدم المصرية عندنا عندنا في كل حتة عندنا منتخبات شباب وناشئين وعندنا عندنا عندنا منتخبات أولمبي يجب أن يكون هناك أعادة نظر في أسماء المديرين الفنيين للمنتخبات بالكامل بقى من تحت الفوق عشان نشوف مرة تانية ايه اللي بيحصل خطة واضحة يعني اللي عايز يكمل أوكي عايز تكمل بفلان كمل بفلان ولكن لازم يجب أن يكون هناك مشروع كامل خلال الأربع سنوات القادمة عندك وقتك دلوقتي أن أنت تقدر تحط مشروع آه أنا عارف أن فيه تصفيات أمم أفريقيا خلال أيام القادمة ولكن خلاص إحنا حنبقى عارفين إيه اللي بيحصل والدنيا حتبقى ماشي إزاي خلال الفترة اللي جاي ولازم أن الاتحاد كرة القدم يطلع ويتكلم مع الناس ويقول هنعمل واحد اتنين تلات بس هو ده اللي هنعمله وأنا هنعمل إيه تداء من النهاردة خلاص هنقفل صفحة منتخبنا الوطني وهنفتح صفحة النادي الأهلي اللي احنا دايما نفتحينها ولكن من النهاردة آه من النهاردة هتكلم مع ضيوفي إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة على طبعا المنتخب وكيفية خروج المنتخب واللي يحصل خلال الفترة اللي جاي كلهم خبراء سواء نجم الكبير كابتن عدل طعيمة نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم الكبير كابتن قسامة عرابي هنتكلم معاهم في كل شيء فيما يخص المنتخب وطبعا هنتكلم عن المهمة القومية الأخرى يوم الحد القادم كيف يستطيع بيتسو موسيماني وجهازه الفني والإداري إنه هو يخرج مجموعة المنتخب من حالة الإحباط الشديدة اللي هيبقوا فيها أنت شعرفك يا عم شعرفني إيه إذا كده أنا عندي إحباط فما بالحضراتكم باللعبة اللي لعبت هتبقى عاملة إزاي الشناوي ياسر إبراهيم رامي ربيعة أيمن أشرف حمدي فتحي عمر السلية حمد مجد أفشا في حد تاني نانسيته هم دول السبع لعبين والحقيقة كلهم كان ليهم دور مع منتخبنا القومي وكلهم كان ليهم دور كبير الحقيقة فيه الشكل الجيد اللي وصل فيه منتخبنا فيه الربع ساعة الأخيرة من الشرط التاني أو جزء من الشرط التاني والشرط التالت والربع الحقيقة برضو يعني الواحد لازم يقول الموضوع ده لأنه المنتخب برضو يستحق التحية المنتخب يستحق التحية في الوقت اللي عملوه وفي ضغط الجمهور اللي كان معمول عليهم إن هم راحوا متأخر والأمور دي كلها لكن في النهاية بركل الجزاء أو بركلت حظ قدر منتخب السنغال يفوز على المنتخب المصري ويصعد إلى كأس العالم 2022 بقطر إن شاء الله يكون لدينا الدوافع لمواصلة العمل وتصحيح المصار في كرة القدم المصرية يعني أنت برضو لو بتيجت بصلة عن ناحيتين وصلت لنهاية كأس الأمور الأفريقية وخسرته بركلات الترجيح ثم الوصول للمباراة الفصلة أمام السنغال أنا بتخيل إن إحنا لو كنا لعبنا أي منتخب آخر غير المنتخب السنغال النهاردة اللي تابع مباراة غانا ونجيريا طبعا كنا بنشوف النتائج ودلوقتي في مباراة المنتخب التونسي والمنتخب المغربي والمنتخب والله الجزائر عايز أقول لحضراتكم أن الكاميرون متقدم على المنتخب الجزائري في الجزائر 1-0 والمغرب كسبانا الكنغو 2-0 إذن مغرب بنسبة 90-95% وصلت إلى كأس العالم في قطر تونس ومالي النتيجة لسه 0-0 حتى الآن وإذا ظلت النتيجة كما هي زي ما حضراتكم عارفين تونس يصعد منتخب تونس إلى كأس العالم في قطر 2022 فبقول لحضراتكم أنه في النهاية حنبضل وقفين وراء منتخبنا وحنبضل دايما نحافظ على لعبتنا حنقول لللعيب الفلاني حنقول لمحمد صلاح أنت وحش جداً النهاردة لكن إحنا مستنين منك الأفضل خلال الفترة اللي جاية حنقول لني أنت النهاردة ما كنتش كويس لكن مستنين منك الأفضل إذا كان ليك مع المنتخب خلال المرحلة القادمة شغل مع المنتخب خلال المرحلة القادمة ممكن جداً يعني مستنين منك الأفضل حنقول لحمد سيد زيزو أنت مستقبل كرة القدم المصرية لازم يبقى عندك دوافع أكتر خلال الفترة اللي جاية علشان تقدر تلعب مع المنتخب وتقود المنتخب خلال الفترات اللي جاية حنقول لترزيجيه لازم تدوس على نفسك أكتر هنقول لي مرموش لازم تدوس على نفسك أكتر هنقول لي محمد صلاح مستنينك ترجع تاني يا محمد لمحمد اللي احنا عارفينه مش محمد اللي خايف على رجله عشان بيجدد عايزين نخلص من قصة التجديد دي بينه وبينكو بقى لكن خلاص هنتشوف إيه اللي هيحصل خلال الأيام القادمة عايزين الشدناوي مستوي يزيد أكتر وأكتر عن كده عايزين حاجات كتيرة جدا عايزين باك رايت خلال الفترة اللي جاية غير عمر جابر وغير عمر كمال عايزين مع أحمد فتوح حد يبقى ناحية الشمال ما يبقاش أحمد فتوح لأن أحمد فتوح مش هيفضل كويس على طول 103 مليون مصري مفهومش باك يمين وباك شمال باستحالة يعني عايزين باك يمين وعايزين باك شمال يعني الواحد برضو يعني ده ممكن كان يبقى عندنا أفضل من كده بكتير فالحقيقة حاجات كتيرة جدا ممكن نبني عليها عندنا حمد فتح ده مقاتل ايه ده مش عشان والله ما عشان بيلعب كلمت على أحمد سيد زيزو لكن والله ما عشان حمد فتح بيلعب في الأهل وحمد فتح في 15 دقيقة كعته الحقيقة هو بيلعب بهذا الشكل وبهذا الأداء مع النادي مع المنتخب هو دي طبيعته الجرينتة اللي جواه حمد فتح بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يعني يكملها له على خير النهاردة ليه ما لعبش بقافش أنه انت بحتاج حد ينزل مع زيزو يمسك الكرة ويحطها لزيزو ليه ما لعبش مش عارف ايه حاجات غريبة النهاردة لكن في النهاية خلاص عايزين نقفل الصفحة دي بجد لنروح التعب عايزين نقفل الصفحة دي بقالنا من يوم الجمعة اللي فات لغاية النهاردة ومسندة كبيرة جدا الماء و3 مليون في دهر منتخبنا الوطني وهناك في السنغال زي ما حضراتكم شايفين لكن في النهاية الواحد ما كانش متخيل ان هو في 2002 السنغال برضو لو حضرتكم في 2002 الجيل بتاعنا بقى ال 45 و 46 سنة يتذكر هذا الامر يعني دقنا دقنا انا شخصيا كمان دقت من هذا الكاس فمكنش متخيل ان انا حابقى قاعد يعني كمشجع بقى بهذا الشكل وعيشها تاني في النهاردة النهاردة كان نفسي جدا جدا منتخبنا يصعد مش انا الواحدي ولكن المية و3 مليون كان نفسهم من المنتخب مصري يصعد الى كأس العالم ولكن بعض اللاعبين اللي احنا دايما بنعتمد عليهم خزالونا واحنا الغدواتي مش عارفين هم خزالونا ليه بصراحة يعني بدون بقى كلام مزوّق ولا حاجة حدش عارف احنا اللاعبين خزالونا ليه نهاردة او بعض اللاعبين خزالونا ليه لانه هل تقدر تقول على الشناوي خزلك هل تقدر تقول على على احمد سيد زيزو خزلك هل تقدر تقول على امام عشور ان هو خزلك هل تقدر تقول على حمدي فتح ان هو خزلك بتقدرش ياسر ابراهيم الايمن اشرف المجموعة كل المجموعة اللي موجودة او معظم معظم المجموعة اللي موجود اللي اجتهد وموت نفسه باين جدا وناس كلها بتسقف له وبتقول له هارد لك ولكن اللي ملعبش او اللي كان خاف على رجله او اللي 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 مقداش اللي احنا بنشوفه منه دايما سواء محترف مصري او محلي اعتقد الجمهور المصري بمقدار الحب هو مقدار الزعل بمقدار ما انا بحب محمد مثلا محمد صلاح قوي 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 لأ حزعل بن محمد صلاح قوي 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 لان انا كنت بستاني النهاردة في وسط اللي بيحصل ده وعلى الرغم انا بقول لحضراتكم ان منتخبنا الوطني النهاردة مستوية كان افضل من المباراة اللي كانت هنا افضل بمرحلة واضحة يعني فنيا في كرة القدم لا اللي قاعدوا بتفرق شايف ان منتخبنا النهاردة كان افضل بخمس ست مرات من الخصوة في شد تاني والتالت والرابع في جوء اجزاء منهم كتيرة يعني فانا كنت متخيل ان انت في الوقت ده محمد انت اللي هتاخد الناس على كتفك وتجيب الجون احنا لو جبنا جون يا جماعة كرة سيد زيزو اللي اتعابت له وحطها بدماغه وحطها حلوه هيعمل ايه كرة زيزو التانية كرة رزيجي كرة كام كرة تانين كان ممكن جدا لكن في النهاية قدر الله ما شاء فعلت حد كرة القدم لازم يعمل وقفة مع نفسه بقى خلال الفترة اللي جاية ويبتدي المجلس برئاسة الاستاذ جمال علام يعيد تقييم الموقف مين هيكمل مين مش هيكمل يعني الفترة القادمة تحتاج الى بداية سريعة سريعة ولكن بدون تعجل يعني ايه لو حضرتك هتكمل خدت قرارة تتكمل بكيروش خلاص هو كيروش اللي هيكمل وكلنا هنبقى بظهره مش هيكمل يمشي ويجي اكس اسلام مثلا وهو اللي يكمل خلاص يلا كلنا افضاره بس يشتغل اربع سنين في استقرار ما يصدرلوش مشاكل ما افضلش يعد خلال اوفر له كل حاجة للمنتخب دلوقتي انت ما بقيتش تدير المنتخب ما بقيتش تدير دوري الممتاز حضرتك شغلتك كاتحاد كرة منتخبات بس في رابطة اندية محترفة هي اللي بتشيل وهي اللي بتشيل الصداع وبتشيل مشاكل بتاعت الدوري فحضرتك يعني افكر بقى في اللي جاي ايه انت منتخبات بس منتخبات بس ومنتخبات وطنية فقط عيد تقييم كله بقى من الاول من اول المنتخبات شايف ان الناس اللي موجودة كويسين كويسين يكملوا خلاص اديهم دفع ليه ما كمان بقى ما نروحش للكمان اتحاد كرة القدم يذهب الى كمان الحكام خلي بقى نبص بقى على الحكام ويبقى عندنا رجلة حكام محترفة محترفة نبص على الحكام لان الحكام ده هو الاساس في كل شيء فتمنى ان احنا نشوف كل ده نقصنا ايه محتاجين ايه عشان نروح كاس العالم محتاجين ايه عشان نرجع تاني ابطال امم افريقيا على الرغم من الشكل الجيد اللي احنا عملناه في امم افريقيا الاخيرة هو ده اللي احنا محتاجين نبص فيه ومحتاجين ندرسه ونعمله خلال الفترة القادمة عندنا شوية اخبار النهاردة خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع ناخد اخبارنا اخبار البيت الكبير الحقيقة برضو عايز اقول لحضراتكم عن بعض التعليقات الاجانب الاجانب بيتكلموا عن اللي بيحصل مع مصر ولي بيحصل مع محمد صلاح انا لسه كنت قاعد بقرها على بعض المواقع وتأكدت الحقيقة دخلت وتأكدت لانه دلوقتي بنشوف فبراكة كثيرة جدا للاخبار زي ما حضراتكم شفته خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا من بعض المواقع ومن بعض القنوات اللي كانت بيتفبرك بعض الاخبار عن النادي الاهلي ولم تكن اخبار صحيحة لكن ما بتخشه وبتأكد بتعرف ان هناك بعض الاجانب لما بيجوا يتكلموا عن محمد صلاح مثلا يقولك اه واحد من افضل العبيد في العالم وكل حاجة ولكن تعرض لعنصرية شديدة جدا من قبل الجمهور السنغالي ده بعض التعليقات اللي بتقول للاجانب كده بتتكلم عن ان محمد صلاح على موضوع الليزر اللي محتوط على عينه وعلى عينين معظم كل المنتخب المصري ما قبل اي حد فيهم بيشوت ركلة الجزاء فالناس برضو بتتكلم عن العنصرية وعن الظلم اللي حصل والضغط النفس الشديد والرهيب ده مش تبرير طبعا ولكن والازايز اللي كان بتحذف على الشناوي على رغم من كده الشناوي كان ماسك نفسه وكان واقف وهو اللي شاء المنتخب مصر لغاية حتى في ركلات الجزاء يعني لما تيجي تتكلم عن محمد الشناوي محدش هيقدر يتكلم نص كلمة عن محمد الشناوي مثلا معلش انا هو بيلعب في الاهلي معلش انا قاسف لكن دي حقيقة ان محمد الشناوي حد يقدر يقول ان محمد الشناوي النهاردة تخازل او كذا محدش يقدر يتكلم في كده حد يقدر يقول احمد ساد زيزو مسع رغم ان هو اضاع ركل الجزاء ماينفعش ليه لان الناس دي الشناوي ده تعب وموت نفسه ده في كرة الساديو مني راح من ناحية الشمال وعملها بالعرض وجاء اسماعيل اسماعيل اسار وحطها كلنا شايفينها كرة تلعبت بالعرض وهي ماشي بالعرض وقلنا جون حطها اسماعيل اسار لما راح ناحية اليمين الشناوي جابها من جواك بهون غير 3-4 كرات الكرة اللي من تحت العرضة والكرة اللي من هنا والكرة اللي من هنا فلو انت بتقدي بشكل كويس هتلاقي ناس كلها بتسقفلك مهما كانت النتيجة بالمناسبة هنبقى زعلنين ومتدايقين وكان نفسنا لكن ليه السوشيال ميديا كله ده لقتي بيتكلم عن ان محمد صلاح ده متخازل وكذا ومحمد صلاح محمد صلاح اللي هو احد اهم من نجوم العالم هيبقى متخازل مع منتخب بلد وانا بشوف ان ده صعب ولكن هو النهاردة في المئة وعشرين دقيقة لا محمد مش هو محمد مش هو ده محمد صلاح حتى اللي بنشوفه النسخة الجيدة مع منتخب مصر مش هقول مع ليفر بول مش هقول مع ليفر بول ولكن مش هو ده محمد صلاح النسخة الجيدة مع المنتخب الوطني فحاجات غريبة جدا كرة القدم بنشوف فيها حاجات غريبة جدا وبنشوف فيها اشياء كثيرة جدا بتخلينا نبقى قد اي انا بحب محمد صلاح هو حد ما بيحبش محمد صلاح مثلا حد من يعني انا بنتقد دلوقتي اداء محمد صلاح معنى كده ان انا ما بحبوش او ان انا شايف ان محمد لا محمد سيظل ايقونة وسيظل عملاق من عمالقة الالهام في مصر الالهام في مصر ولكن هو النهاردة المعشرين دي انا مش هو محمد صلاح ما كانش كويس مش هقدر اقول كده مش هقدر اقول ان هو كان كويس محدش في مصر في العالم كله فني هيشوف المباراة ويقول ان محمد كان يستحق يعني عندما تقيم المباراة هتدي محمد رقم ضعيف جدا 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 اضعف رقم في الحداشر اللي لعبه ولا في الخمستاشر اللي لعبه هيكون محمد صلاح لكن هل ده ينقص من قيمة حيزعلنا منه حيزعلنا منه اليومين تلاتة اللي جايين وحنفضل زعلنين ولانه كان نفسنا نشوف محمد نفسه في كاس العالم هيعمل ايه في كاس العالم لكن خلاص في النهاية قدر الله ما شاء فعل نقفل هذه الصفحة ونروح للنادي الاهلي النادي الاهلي يوم الحد في مهمة قومية يجب على كل جمهور النادي الاهلي ويجب على الاعلام النادي الاهلي ان هو خلال هذه الفترة لازم نطلع الشناوي وعمر السليا وحمد فتحي وكل لعبين لعب النادي الاهلي طبعا كل واحد البيرامدز مثلا يطلع لعبته لانه خلاص انت داخل على مهمة قومية يوم الحد هتلعب الهلال السوداني في واحدة لو لقدر الله حصل اي حاجة في المباراة دي انت برا انت اوت محدش يفتكر ان احنا صعدنا لسه فان شاء الله ربنا يكرمنا ونفضل خلف فريقنا ونفضل في ظهر فريقنا النادي الاهلي اللي هو ممثل مصر الوحيد في بطول الدوري ابطال افريقيا علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الحد وبعد كده نتكلم فيما هو قادم مصر تتقدم بشكوى رسمية ضد السنغال بسبب الاعتداء على البعثة واللافتات العنصرية طبعا من حق الاتحاد المصري ان يحافظ على حقوق المنتخب المصري وحقوق الشعب المصري بالكامل ولكن في النهاية انا كراجل مشجع هبص للشكوى دي انها ماشي شكوى وبتحافظ على حقوقنا وكل حاجة ولكن خلاص لم نصعد الى كأس العالم وتعرض بالفعل المنتخب المصري للعنصرية ولفتات موسيقى في المدرجات وازايزة رامد والدنيا كانت صعبة جدا لكن في النهاية لم يصعد منتخبنا الوطني الى كأس العالم محمد صلاح بالمناسبة يعني انا اتكلمت كام حد من الاصدقاء اللي موجودين هناك ومن اصدقائنا الصحفيين اللي كانوا اللي موجودين او مازالوا موجودين هناك قال لي محمد صلاح الاسلام تعرض لكل كل حاجة عنصرية في الدنيا كل حاجة عنصرية في اللي حصلت حصلت مع محمد صلاح تفضل دي حاجة بسيطة جدا كلنا بنتعرض ليه او كان بتحصل اه كان بتحصل هنا في بطولة كاسرهم الافريقية لكن في النهاية غير كده وكده ما فيه لافتات مش هنقدر نوريها لحضراتكم لانها كانت كلها سب لمحمد صلاح فمحمد الحقيقة تعرض لضغط كبير جدا 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 فوق الوصف الحقيقة في هذه المباراة فعموما ماشي مصر تتقدم بشك ورسمية ضد السنغال بسبب الاعتداء على البحثة واللافتات العنصرية عايزت انضم العائلة الاهلي العايز ينضم العائلة الاهلي لجنة العضوية تواصل استقبال الراغبين في الانضمام لعائلة الاهلي نهاردة استقبالت لجنة العضوية في النادي الاهلي برئاسة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الاهلي سواء العضوية العامة أو الأفرع وذلك قبل زيادة الرسوم خلال الأيام المقبلة لو جد بقى اتكلمت عن الانشاءات واللي بيحصل بقى اتكلمنا مع حضراتكم عن افتتاح ملاعب البدل وكلها كانت حاجات مستوردة من الخارج وحاجات على أعلى مستوى وخامات على أعلى مستوى حاجات كتيرة جدا اعتقد ان انتو متابعتكم دائمة لقناة النادي الاهلي بتشوفوا ايه الانجازات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي فيه أفرع النادي الاهلي كلها سواء في الجزيرة مدينة ناصر التجمع الخامس اللي حيفتح ان شاء الله وسيتم افتتاحه قريبا الشيخ زايد ان شاء الله كمان فرع الأقصر اللي حقيقة اللي أنا كنت فيه زيارة قريبا وكان واحد من الأفرع الرائعة جدا جدا للنادي الاهلي الاهلي وصل تدريبات واستعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال ميكي سوني بينتظم فيه التدريبات ومحمد هاني ظهير أيمن الفريق أيضا بينتظم في التدريبات وجلسة تدريبية بدنية واستشفائية في الجيم عملها النهاردة محمد هاني خلال الأيام القادمة سيتوجه عمار حمدي إلى الدوحة لمتابعة التأهيل والعلاج الطبيعي بعد إصابته بالرباط الصليمي ده طبعا الدكتور أحمد أبو عبلى طبيب الفريق بيقول هذا الكلام زي ما قلت لحضراتكم غانا تتأهل كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها على حساب نيجيريا والمغرب الحمد لله كسبانا الكونغو 3-0 حتى الآن ولسه المباراة لم تكتمل 4-0 طيب 4-0 ماشي 4-0 إذن تأهلت المتاهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم في قطر رسميا ما اعتقدش أنه ممكن المنتخب الكونغولي يحرز أربع أهداف المنتخب المغربي خلال الوقت القادم طبعية المباراة إيه يا شباب تونس متعادل 0-0 حتى الآن منتخب التونسي مع المنتخب المالي وزي ما أعضراتكم عارفين النتيجة التي توصل المنتخب التونسي إلى كأس العالم أيضا المنتخب الجزائري حتى الآن ما زال مهزوم 1-0 أمام الكاميرون ولو فضلت النتيجة بهذا الشكل حيلعبه وقت إضافي زي ما منتخب مصر لعب وقت إضافي ممكن على فكرة نتكلم في نقطة الوقت الإضافي دي واعد أقول نصل المنتخب المصري الثلاثين ديئة دول مش على الرغم يعني الثلاثين ديئة دول اللي تلعبوا في السنغال تلعبوا مع الجمهور السنغالي إذا تلعب الثلاثين دقيقة زيادة عن الوقت الطبيعي اللي لعبوا المنتخب المصري في مصر مع جمهوره نقدر نتكلم في هذا الأمر أعتقد أن ده شيء غير عادل شيء غير عادل أن أنت تلعب ثلاثين دقيقة وسط الجمهور و30 دي أزيادة بيلعبهم المنتخب المصري أمام الجمهور السنغالي في ظل الأجواء صعبة لحضراتكم شفتوها آخر خبر معنا اتحاد كرة القدم بيعلن مواعيد اختبارات الترقي للحكام قررت لاجمة حكام الرئيسية برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح إجراء اختبارات الترقي للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية ومن الثانية إلى الأولى يوم الجمعة المقبل بجامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر ووافق اتحاد كرة القدم المصري بالأسل جمال علام على اعتماد خط التطوير لجنة الحكام وتشكيل لجانها الرئيسية والفرعية المقدمة من الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام يا رب نشوف تقدم وتطور في لجنة الحكام وأول ما هنشوف هذا التطور والتقدم من الكابتن عصام الكابتن عصام كان بيشتكي لكن أول ما هنشوف صدقني يا كابتن عصام هنطلع نقول لكابتن عصام عمل تطور جديد خلال الفترة القادمة طيب خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن المنتخب وعدم صعود منتخبنا الوطني إلى كأس العالم بعد هزمته من المنتخب السنغالي بركات الجزاء الترجحية ثم أيضا هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي في يوم الحد القادم أمام الهلال السوداني سوداني هتبقى إن شاء الله هذه المباراة أعتقل هتبقى الساعة عشر بالليل لأنها هتبقى تاني يوم رمضان هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار كابتن عادل طاعمة كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أسامة عرابي ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديو في ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن عادل طاعمة زي كابتن عادل كابتن أخبر حضر لك خير إن شاء الله كله تمام وهرد لك النهارة معلش هنتكلم طبعا كثيرا ولكن خلينا أيضا نرحب النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم زي كابتن شريف زي كابتن شريف شرف النور وهرد لك طبعا الحمد لله على كل شيء أيضا نجم الكبير كابتن أسام عرابي وهرد لك كابتن أسام الله يخليك إسلام وهرد لك وإن شاء الله تتعود بعد كده كابتن عادل النهاردة المنتخب شايف المباراة المعشرين دي أزاي قبل ما نتكلم عن الخروج يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي حصل من ست شهور دي المحصلة بتاعته اللي كان بيعمله برادلي وكوبر واجيري اللي هاردة بيتكرر بمعنى إن احنا بنبدأ من ست شهور بمجموعة من اللاعبين في ناس أثبتت كفاءة علي وفي ناس ما اتخذتش في المباراة النهائية وفي ناس دخلت في المباراتين اللي هم بيودون نكاس عالم ناس ما كانتش موجودة مع المنتخب لمدة ست شهور فناخد مثل عمر 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 كمال عمر كمال بقاله ست شهور موجود مع الفريق اللي بيلعب ماتش السنغال رايح جاي اللاعيب القدير الممتاز اللاعيب على خلق وعلى اللاعيب فنيا عالي جدا عمر جابر فطبعا حيثة التخطيط لو أنا مقتنع بعمر جابر وكلنا عارفين قيمته الفنية كان يبقى مفروض موجود معايا من بدري أحمد رفعت أنا زي ما حالك تفضلت في المقدمة أنا باخد لعيب جاي من أجازة فأنا عملية التخطيط والرؤية المستقبل اللي بيمسك منتخبات لازم يكدت بيبع عنده رؤية طويلة الأجر أنا لما أروح بطولة العربية بكامل نجومي وبعدين أنا عارف إن كل المنتخبات رايحة بالناشئين والشباب والفريق التاني ولعب بكل طقتي وبعدين أخذ مركز رابع أروح أم أفريقيا أول تلترمع مباريات عملية تغيير في أماكن اللعيبة عملية عدم استقرار على المراكز اللي هي ممكن تفدني النهاردة في ملش السنغال برضو في عناصر دخلت كانت مفروض تبدأ المباراة ما بدأتش زي زيزو مثلا عمر جابر بدأ به على الرغم أنه هو بقاله فترة يعني كبيرة جدا كان مصاب لا بيلعب مع بيرمس كان مصاب ورجع لعب لعب بطشة أو حاجة لعب بطشة لحاجة فقط اتخذ لما أقصده أنه مش عمر هو المشكلة أن أنا كمدير فني وأنا بحط لزام لدولة بحجم مصر لازم أبنعرف تتخيلة كتن إسلام أنه في المركز القلبية الدفاع تعرفش مين هلعب مع مين يعني طبعا حجازي إصابة مناش داخل فيها لكن محمد أبنعم ياسر ما كانش موجود الوينش حسنا محمد أبنعم إصابة والوينش إنزارين منقصد يعني ما كانش فيه الاستبات وعند البديل البديل برضو ما كانش أنا مش حطه في دماغي بدليل أن أنا خدت رامي ورجع راجل في أجازة ده الغريب جدا أن أنت كنت بالزبط يعني رامي وعندك محمود علاء غريبة جدا وانت محمود علاء واخده من بدري ما لعبتوش ليه انت تاخده ليه طب محمود علاء ليه ما بتدهش النهاردة مش عشر رامي وحش لأ يعني هو اللي موجود رجل في أجازة واخده من أجازة على اللعب هو اللي موجود معك محمود علاء طول الست شهور زي ما حالك بتقول كاس أمم وإحمد ياسين وإحمد ياسين بس كان كاس عرب ومش لكن محمود علاء كابتن يعني كابتن شريف محمود علاء موجود مع كارلوس كيروش الفترة اللي فاتت بالكامل هو لعب يعني في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة كان هو اللي بيبقى عاد احتياطي المبارسة بيقى أمام السنغير كان هو اللي بيبقى عاد احتياطي جايب رامي ربيعة لعب رامي ربيعة وقعد محمود علاء أنا ما مفهمتش الفلسفة حتى سألت السؤال ده مبالع بس ما مفهمتش الفلسفة مهلا لكلامك كابتن وكلامك هو فيه تخبط في الاختيارات حط في كاس العرب لعيبة احنا هن اكتشف لعبة في جيل قادر ادى ثقة لعيبة تانية ادى عمر كمان عبدالواحد شغل وخلاه يشتغل في حيط اليمين دي قلنا كويس انه هن عامل نافذة من الدوري بيخطف وجوه جديدة يستطيع انه هن يبقى على القلب بديل جاية نعم انما زي ما انت بتقول انه هو يعني النهاردة بيلاعب مصفة محمد بعدين يروح مشاي مصفة محمد حضرت مرموش عشان مرموش لعب عشر دقيقة كويسين فماتش مصر في مصر نزلوا فعمل شوات حركة انما الزنوت فتف يعني ما كانش مؤثر قوي هي الحكاية ان الراجل ده في يعني فوجة نظر انا لم ينمي عند اللعيبة كلهم وخاصة الستة اللي قدام رغبة التهديف واعتمد على لعب واحد بس هو العلامة بتاعتنا وهو المشوار بتاعنا وهو الهدف بتاعنا يعني ما فيش تاكتيكس للراجل اللي هو زي تريزيجي اللي هو يعني ازاي انا انامي عندك الرغبة انت لازم تكسبني النهاردة فصطفى محمد لازم ابني شكل عرضيات ليه للراجل ده تمرينا ولعبا وشكلا وموضوعا ومكسرش اي العيب عندي يعني زي ما انتو بتقولو يدي ناس فرص كتير او اجيب بص اللي مش موجودين يجي واحد زي احمد رفعت يكون موجود مع افكس العرب ويقدي ويقدي في الدور كويس ويقدي وبعدين يبقى مش موجود بص هقولك يا حاجة انا حاس ان فيه يد بتخش في تكوين وتشكيلات حتى بضربات الجزاء بنتفرج على شكل كده اهنا مش بتعودين عليها اه حاجة غريبة انا مش بتعود عليها انا بيجي الوردر يا اسلام اه شوت ما تشوتش انت نهاردة هتلعب وانجليفت خدت بالك ومعرفش انا ما ما بيجيليش مداري بيقعد معي قولي ايه ايه رأيه كم اجيه صح يعني صح صح لا هو بيحط اللي تشايفه يعني لان النهاردة منتخب السنغال مثلا كابت زي ما حالك بتقول يعني منتخب السنغال النهاردة كان هو ملغبة الفرقة كان ملغبة الفرقة كان ملعب اسماعيل اصار ملعب ساديو مانيه راس عربة ملعب ملعب سنغال بنت امتى ومسكة كرة امتى حرام عمر جابر بعد كلامك اسلام يتحمل اقوى اثنين في الفرقة ده باكليفت حكاية وساديو مانيه رايح له كمان هم عارفين هو لما راح له عدى هم عارفين احنا عندنا مش التقصير فين اولي ان القوة البدنية اقل اقل انما مش الكرة اقل هم هم بدنيان قدينا عشر مرات هم يكسبو هم احسن مننا هم يوصلو احنا حزنين عشان انا انا جاعة ضربتين جزائي ده بتقولي احنا البيوت اتحضرت احنا كله اتحضر وكتر كلماتنا اه اعرف لك انا محدش اثر انا عندك تلت ساعة طبعا انا كده ممكن تخلص فيها زيزو كورتين انا احنا قمنا دخلنا جوية الشاشة معا صح فاحنا مش مكتوبالنا انما دايما الدنيا كلها بتتكلم موضوع المنتخبات موضوع المدربين وتغيير المدربين بمناسبة تغيير المدربين انا عايز اقول لعضلاتكم انه كالوس كيروش على واتساب عاملين جروب ما بينه وما بين اعضاء مجلس ما بينه وما بين الاعضاء مجلس الادارة هو دايما كان بيتكلم فيه خلاص النهاردة برضو كان بيتكلم فيه عن المباراة يعني بالنسبة بتتكلم ان هو متحمس جدا للمباراة وكلام من هذا القبيل كالوس كيروش كتب دلوقتي على تويتر ايه كتب بيشكر الجميع وبيشكر اتحاد كرة القدم وبيقول لهم ان الحلم انتهى وان انا بشكركم ان انتو ادتوني شرف تدريب منتخب مصر واجه شكري لجهاز المعاون ولللعابين وده معنى هو عقده انتهى تلقائيا خلاص لكن برضو كابتن اسامة اعتقد ان ده له معنى الكلام اللي هو قاله لو التويتر جاهز الشباب خطوهم فاطمة هو كان مفروض عقده ينتهي بتصفير طالما لم يتأهل طالما لم يتأهل فلسه بقى هنشوف الاتحاد الكرة هو كتب او قال فيما معناه ان خلاص انا بشكركم واللي بحبكم ومش عارف الكلام اللطيف ده انت فهم ممكن يكون بعد المطش لازم يقول كده احتمال انا مقدرش اأكد يعني مقدرش نأكد الخبر هو اللي كتب على صفحته لا انا فهم انا مش اصد على الكروش انا اقصد ما هو ممكن يكون كده وهيبقى في كلام معه ممكن جدا صح صح فديق الله اعلم لكن فيما يخص المطش يعني يمكن في بعض الانتقادات في حاجات معينة اتكلمنا فيها قبل كده يعني مثلا محمد شريف معروف ان مهاجم سريع بقى في جيب جون قريب واضح انه كان بعده تملي واحد زي طارق حامد مهم في وسط الملعب المدافع فترة خد مهند لاشين لعبوا بعض اجزاء في الامم الافريقية وبعد نستبعد مهند لاشين وبعد نجاب دونجا لان دونجا نهارده بيلعب دي غريبة برضو عمر كمال عبدالواحد قدى يعني كنا متخوفين نلعب باكرايت لما لعب في الامم الافريقية كان ممتاز واكتر من ممتاز يعني كان من الناس المجيدين مع محمد عبد المنعم مع الوينش مع الشناوي في البطولة كلها جينات فاجئنا هنا بعمر جابر ماشي عمر يعني نقول ايه قدم برا جيدة لانشان نقول كان سايق في القاهرة ولكن الفكرة طب ليه انا استبعدت عمر كمال خالص من حساباتي رغم انه هو كان نمر واحد في كل بطولة افريقيا حتى في التغييرة لما تلع عمر جابر مصاب نزل امام عشور الرغم انه طبعا لا ننكر ان امام عشور من الناس طبعا دي تويتة كابتل وسامة احايف تتكلم دي تويتة كاروس كيروش طبعا يعني الحلم انتهى خلاص يعني طبعا هو بيتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن ان الحلم انتهى وانه بيشكر الجميع ومن كل قلبي بشكركم واننا عملت شغل كويس واتحاد المصري وخدت شرف تدريب منتخب مصر اللي هي وسعيد بالمجموعة اللي انا اشتغلت فيها معايا وفي الاخر كاتب ان انا يعني تقولوا جيبش انفان انا بتمنى لكم التوفيق في المستقبل اه منخطط بقى في المستقبل نعم ما يقعد ويخطط الاربع سنين مش بتاعتنا هو الرجل دلوقتي خلاص نفسنا مرة نشتغل اربع سنين قدام مزبوط نفسنا مرة زي نيجيريا زي كودوفور زي كاميرون زي السنغال ثمان سنين ولا سبع سنين بيكفحوا بيضخبطوا ووصلوا فينال ويطلعوا وينزلوا احنا نفسنا لاربع سنين من دلوقتي يلا نتعاك كورا لسه نشتغل بقى لاربع سنين وننسى هارد لك مرتين الامتانيات اللي عندنا دي يا كابتن ما توصلناش فينال وصلنا فينال مرة ووصلنا فينال مرتين صح وبالشكل بتاع الكيروش انا مقدرش يعني اقول عليه من ضرب كشو ولا وحش انما الوقت ده الوقت اللي جي فيه ده اسلام يعني صعب جدا صعب جدا ما كنت تدي واحد تقوله كود السفينة عايزة قبل ما اجريك كابتن قسامة منتخب تونس صعد الى كأس العالم بالتعادل السلبي مع المنتخب المالي وكان هو كسبان في مالي واحد سفر وبذلك يتأهل المنتخب التونسي الى كأس العالم في قطر الفين اتنين وعشرين ايضا المنتخب المغربي انتهت المباريات دي بالفعل كسب المنتخب المنتخب الكنغو الديمقراطية اربعة واحد وبالتالي تأهل رسميا الى كأس العالم قطر اتنين وعشرين ايضا المنتخب الجزائري ومنتخب الكاميرون المنتخب الجزائري هزم في المباراة الثانية واحد سفر هو كان كسبان هناك واحد سفر وبالتالي في الوقت فيه اكستراطايم ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني في الجزائر موقف صعب أوي للجزائر على أرضها من المفاجأات تونس تتعادل وتصل سبحان الله وتكسب البقين عادي لأن نتائجهم من الأربع فرق اللي كانوا بلعبوا بره ملعبهم كانت إيجابية يعني الجزائر كسب بره تونس كسبت بره المغرب تعادل بره فكان متوقع أنهم يكسب بس الأكبر مفاجأة دلوقتي أن الجزائر الجزائر مغلوبة على ملعبهم تونس يا كابتن أنا بيقولولي أنا فرقت على المطش الأولاني تونس في المطش الأولاني الجزائر بيرجع الكرة داخل الجهر ومرحوش المطش ده برضو يعني التسعين دقيقة برضو المنتخب مالي هو اللي مزيب الكرة إحنا حظنا أنه إحنا لعبنا منتخب أنا بعتبره أقوى منتخب في العشر منتخبات في الفترة الحالية بأمانة يعني ففيما يخص بقى المباراة نفسها النهاردة تفضل إحنا الشهوط الأولاني كنت مرتبط جدا هم كانوا أقوى وجابوا جن في البداية بصفة عامة يعني كان فيه نجوم في اللقاء زي الشناوي طبعا أبو الفتوح ياسر إبراهيم حمدي فتحي لما لعب 3-5-2 لما رجع وراء ترزيجيح هاول كتير وطبعا زيزو لما نزل دول أكتر يمكن ناس يعني حاولوا وإمام عشور أيضا لما نزل ناحية الجنب اليمين ودول جا عمل برضو الكرة التانية بيأخذها كلها ماشي لكن يعني دول تقريبا أبرز الناس الشهوط التاني أنت تحسن أدائك بقى عندك ثقة في نفسك رحت بكورتين لزيزو لكن هم أيضا راحوا بكور كتيرة سواء في الشهوط الأولاني أو في الشهوط التالت والرابع فهي المباركة رايحة جاية بس إحنا ما كانش لنا أن يب حقيقية في التالت الأخير يعني النهاردة زي ما أنت قلت صلاح ما كانش في الحالة بتاعته مرموش كان معيش لا 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 ما أنا بقول لك لا لا ما أصلتش صلاح لا أنا أصلت أيوة أنا بقول لك زي ما قلت يعني أيوة أنا بس أعايز أخذ رأي ممكن تكونوا رأي تاني لا 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 طبعا ما كانش في حالته مرموش بيكملش الهجمة مرموش برضو كان بلعب في ناحية الجنب اليمين ما كانش ليه إنتاج هجومي ولا دفاعي تريزيجيه اللي كان بيحاول لكن ما فيش خطورة كبيرة على المرموش لكن كان بيحاول الجبهة بتاعت الشمال بالذات الحد كبير رغم أن كان عليها ضغط لكن برضو أبو الفتوح هاجم كتير النهاردة وكان هايل ومع تريزيجيه ولما نزل زيزو برضو هي الجبهة دي اللي كانت فيها حركة فإلى حد ما في ناس يعني المعظم بذل جهد لكن في مجمل اللقاء أنت ما كنتش الأفضل هما اللي كانوا الأفضل بس هو الناس زعلت ليه لأنك أنت وصلت لضربات الجزاء يعني وصلت للنقطة إن ممكن وممكن بس دي فيها توفيق يعني أنا شايف أن ضربات الجزاء بالذات بيبقى فيها توفيق لأنهم ضياءوا حول كرة وإنت ضياء وإنهم ضياءوا وإنت ضياء فهي فيها توفيق شوية لكن يعني أنك توصل لـ 1-0-120 دي حاجة جيدة كلقاء لكن في مجمل اللقاء هما كانوا أكتر وهم فرصهم كانت أكتر زي ما أنت قلت النهاردة هو عمل أكتر من تغيير السنغال لعب ساد يومانيه في الداخل بعد دي في الداخل يعني إليه 4-4-2 ودى اسماعيل صار يمين ولعب هنا صار اللي هو كان باك يمين لعبه جناح يمين ولعب سيسي اللي النهاردة كان هايل عكس المباراة القايرة للباك الشمال وغير تغييرات كتيرة جدت يوسف سبالي لعب باك يمين لأنه هو مدافع قوي يعني كان قوي وعمل شغل كويس فهي المباراة كانت رايحة جاية ولكن كانت في اتجاه السنغال أكتر باستثناء في 25 ديئة في الشوت الثاني قدناها بشكل كويس قوي مع تغييرات مصطفى محمد وزيزو وكانت دونجا في نص الملعب ما كان النني ومصطفى محمد راس حربة وزيزو ناحية الشمال زيزو عمل شغل كويس من ناحية الشمال مع أبو الفتوح وقاتل وفرصتين حظ وحش فيهم لكن هارد لك يعني هارد لك كابتن عادل المنتخب عايز اسمع وجهة نظرك في النقطة هل يكمل كارلوس كيروش مهمته أو يبدأ مهمة جديدة بمشروع خلال الأربع سنوات اللي قالهم الكابتن شريف عبد المنع ولا حالك شايف إن لأ بشكرا كارلوس كيروش من وجهة نظرك ويكمل حد آخر أو ييجي حد آخر سواء مصري أو أجنبي يعني أنا مش عايز أستفز الناس سواء يعني كارلوس أنا من سات شهور اللي هو بيعمله شايفوا أنا دار استدريب أي من أشكال أسألك فأنا شايف إن الراجل ده علشان يخطط لأربع سنين هو خلال ست شهور معرفش يخطط للست شهور دول اللي هم يودون كاس عالا ما اختارش الكفاءات اللي هي رايح البطولة العربية أخذ منتخب أولومبي أخذ أي حد رايح أمم أفريقيا أخذ الناس اللي هي بحيث إن أنا ما بقاش في متشين السنغال أبقى مرهق محمد صلاح مش قادر يقف بيطلع من الليبربول على أفريقيا على السنغال مع الضغوط مع الصفر ساديو مانيه كده كابتن بردو يعني ما ساديو مانيه نفسه أي بالزبط ساديو مانيه كويس بصراحة بس برضو انتاجه ساديو مانيه برضو صح وجهة نزل ساديو مانيه برضو النهاردة يعني آه جهد لكن ما فيش الخطورة اللي بيلعبها النهاردة ما كانش كويس غير هناك صح غير مفروق صح فأنا عشان أخطط لكاس عالم لابد أن أنا كان فيه ضغط إعلامي عليه بطولة العربية أم أفريقيا ناسي تاخدها مش عارف ايه هو استجاب للضغوط دي فتروح لكاس عالم تلاقي نفسك بتختار لعيبة بطريقة عشوائية بتلاعب الناس يعني دونجا انت ما كنتش فقد ومحبتش فهم زي ما كان بيلعب مصطفى مصطفى محمد بيلعب هونجرايت برضو في بطولة أفريقيا كان بيلعب مصطفى محمد هونجرايت وكان بيلعب صلاح راس حربة فطبعا عملية الأخطاء القتلة ديت مع عدم التحضير أنا برضو علشان رامي ماروش زام الناد اللي أخد أجازة فأنا باخده وهو متمرنش طب يعني أنا مفروض الجهاز حتى انت بتش عارف ان انت الراجل ده جاي من أجازة طب يعني فطبعا دي حاجات كلها ما قولش انها ضربات جزاء حظ لا اللعيبة قدت اللي عليها مية في المية الجانب الفاني أكاد ما كانش موجود أنا عايز حضرتك كل الزمل اللي موجودين مفروض المدرب وهو بيشتغل في التدريب بيحفظ اللعيبة بتاعته جمل قولي على جملة واحدة النهاردة بتتعمل جملة واحدة توصلني ان انا اشكل خطورة يعني كلها حاجات فردية يعني زيزو ياخد من ناحية الشمال وبعدين يموه وبعدين يدخل للداخل وبعدين ايما يرفع ايما يشوت دي حاجة فردية انما الحاجات الجملة اللي بتبدأ من تحت من عبد الشرناوي لمنع لكمال ده لو بيلعبوا يعني حالك تقصوا اي مدد جوزيل كان بيحفظ جمل تلاقي الماتش عبارة عن خمس ست جمل وهم متكررين يعني مسيماني يعني النهاردة لو مسيماني في الماتش ده لازم يكسب لازم يكسب لانه الرجل مش من النوع المنفعل المنفعل بتاعه اللي بره الملعب منعكس على اللعيبة انا لما اكون متوتر طول المباراة بينعكس على اللعيبة بينعكس على اللعيبة النهاردة اي صفر اللي حكم الكل بيشوح والكل رايح يجر عليه ومش الماتش ده بس حتى في البطولة العربية في البطولة العربية بعتوله قالوا له يعني يعني يعزوا مصر جدا محبوا مصر جدا قالوا منفضلك احدى شوية على الحكام علشان احنا ما يصحش ان الحاجة دي تتعمل مدير فني بحجم دولة مصر برضو على طول في كل مباراة الانفعال ده بيأثر على اللعيبة فتبص تلاقي انني بيروح يكلم الحكم طب انت تركيزك هيتقى فيه انت بفروج تركز انك انت اروح كاس عالم عن طريق اجيب جول الجول ده كم جول احنا جدناهم في التصفيات او في اجوال اولئة جدا التلت الاخراني يا كابتن ما بنوصلش بجملة مفيش خطورة يبا ايذن حضرتك من الواضح ان انت كده مش معا ناكلس لا يا كابتن يعني اسأل انا من وجهة ناظري انا من وجهة ناظري انه لابد اتحاد الكرة مالوززنبي طبعا في الموضوع بتاع اه واجه ووقف وصنده جدا وعمل له كل اللي هو عايزه لكن انا باخد برضو على الجهاز الفني المعاون ان انا كان برضو ممكن اوضح انا واخد 25 لعيب من البداية انهي بيهم ماتش السنغال دي يعني حاجة لا مفر منها وبعدين يبقى فيه الاربع سنين اللي جايين ان شاء الله يبقى فيه تخطيط والتخطيط ده يبقى الناس شايفة وعرفة انا يا كابتن هاجة لعب فرنسا كمان شهرين يبقى الكلام ده محطوط في الاجندة بتاعة المدير الفني اللي جاي فيه مدير فني للاتحاد ده تعالى انت هتقعد هتختار هينتهي عقده بالمناسبة نيلو في انجاد اخر الشهر ده مدير الرياضي او مدير الفني اللي موجود في الاتحاد يعني يختار بعناية عشان لما يجي اختار مدير فني اختاره بعناية لما اختاره بعناية هيعمل ايه عنده نظام احنا شفنا كاتن شريف وكاتن اسامة الراجل بتاع السعودية رينارد عمل ايه كاس عالم مغرب طول الفاتت السنة دي كاس عالم وكودفور برضو قبل كده وكودفور وزنبيا اعتقد والنهاردة السعودية السعودية وصل لكاس عالم وليسه فيه ماتشان كان فيه ماتشين ووصل لكاس عالم ده الراجل كان بياخد عشرة ثلاث دولار وبدايته كنت دايما بقول الراجل ده مدرب على اعلى مستوى هو لسه بيبتدي او خطوة يعني وجهة نظري ان هو كان بيقدم اوراق اعتماده هو بيدرب المنتخبات فالشخصية الكارزمة الشخصية القوية وبعدين ما فيهش انفعال لعبة كرة القدم لعبة هدية فيها هدوء مع حماس عشان عارف افكر عشان عارف افكر النهاردة كل الولاد متوترين العضلات في ضربات الجزائي عشان عمد صلاح عمر مضايق ضربات جزائي اللي حاجات نادرة نتيجة التوتر اللي موجود سواء من الجمهور زي بحرك قلت او نتيجة الانفعال طول الماتش فيه ضرب من هنا وضرب من هنا والحكم احيانا ما كانش بيحمل هنا ولا هنا فالأمور دي كلها لابد يبقى فيه نظرة والناس اللي بتعكورة يعودوا مع طوال الاتحاد يتعمل كده وارشة الوارشة دي ايه رأيكم المدير الفني اللي جاي يبقى مواصفات واحد اتنين تلاتة كلنا وقفين معا الجهاز الفني اللي هيختاره يبقى يختار بعناية مش تعال اخد عادل وخد فلان وخد فلان لا يجي بالجهاز بتاعه بالكامل سواء مصري او اجنبي طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا معنكم من الكبار كابتن شريف قبل برضو ما اروح للأهلي ونتكلم عن الأهلي انا عايز اعرف رأيك عن استمرار كيروش مع استمرار كيروش ولا لا 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 واضحة صريحة طبعا اوكي اوكي انت عايز مدرب الماني مش معي لا يشاركه غير ادواته اللي هو عايز عايز شكل القوى البدنية الأعمار السنية اللي احنا بنتكلم بقى على شكل احترافي من زي كيروش لما يجي قالك هم في المحترفين اللي عندك ههم هاتهم وروني كده الدوري بتعمله في ايه هاتوا واحد نجربهم هنا شوية وبعدين ينساهم يرجع تاني الناس المقولة تفضل تكلم في كوكا وتفضل تكلم في الصفى محمد لعب كويس او ملعبش كويس موجود مرموش حالته كويس او بدنيا او متعور موجود هو فيه ناس بتعتمد على سمع شرى العبد ولا تربيته اوكي انا هم دول اللي عندك انا هاتم صلاح ايه الاخبار مين كويس هنا متاعه يساعدوا صلاح بكلمتين بتوجيهات ماعرفش يحطوا الافكار مع بعض ينموا لشكل كانت وصلة وكانت الحكاية تمامت تمام وكسبت واحد سفر في مصر وكنت بتتمنى انك انت الجن اللي يدخل فيك النهاردة في أول ديتين ده يتأخر شوية وتروح للملعب تقدر انت تخش والجاري طول ماهة سفر سفر عندك شخصية بس واحد سفر كأنها سفر سفر خلي بالك ماهي واحد سفر خليتك برضو تنشئ بالكوة البدنية تعرف يا كابتن اتنين سفر كمان كأنها برضو سفر سفر يعني سفر سفر تقول خلاص نعم ماهة اللي أنا بقوله ان الجن ده ليه يوترك ده انت سفر سفر واحد سفر اتنين سفر كأنها سفر سفر طيب عشان ارد على سؤالك هو وطر الشعب المصري يكونوا من ساعة ما جاء أنا توطرت على فكرة ما أنا فاهم بس يعني أنا برضو حتى هو هو مدرب وكل حاجة ما كانش معاه وقت كافي انه يمسك اي منتخب حالك تتكلم ربع سنين اي منتخب هو ما كانش معاه وقته كافي يمسك اي منتخب الرجل تمام لما جاء اقصاء مدرب يشغال وكلام من ده ومعرفش انا ما بحبهاش يجي ناس تقطع في حد تمشي ومعاه لعيبة نبص نلاقي اللعيبة كلها اللي موجودة ما بيتش موجودة يعني فرقة شوء غريب اللي كذبت بطولة أفريقيا دي أنا كنت تفاكر انه حيحصل شكل يعني عبدت للموضوع ويكملوا التاع وياخدوهم اكرم توفيق وفتوح والناس كلها كانت بس فيها عناصر فيهم كتير برضو دخلت دخلت يعني اكرم وابو الفتوح ومشطفى أنا عادي على الفيوتشر يعني على المستقبل اننا خلاص ربنا بيديني ساعات طريق كده نورهولي واخد بطولة أفريقيا وروح كس عالم ويطلع معايا الشناوي صلاح لعب في كس عالم ده اه لعب اه طب اه لعب اه لعب اللي فات اه كس عالم اه لعب خدت بالك ايه روح معايا كس العالم صلاح هو لمساعدنا والتنمية خدت بالك لأ انا كلم على بتاع الـ 23 سنة لا 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 كانش موجود فكان الفريق ده مكمل بيه صلاح يعني بعد كده نكمل بصلاح نكمل بشان يعتمد على الشباب طيبا هم يا كابتن اشتبع لك عارف 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 انها كانوا بالعب مين الشناوي بك راية اكرم بك ليفت فتوح بك ليفت فتوح اللي اتنين السردباكين حجازي و الوينش بس كانوا كبار بس واخدهم هو كابتن كان شاوي مستعين بيهم اه اه وسط الملعب المجموعة اللي كانت مفيش الننني اكرم توفيق اه مفيش الننني مكانش في الننني مكانش في رمضان صبح مخدش مرموش رمضان صبحي رمضان صبحي انا انا بقى هم دول اللي مرفوضين انا عايز بقى اسلام الفرقة دي امراهيم عادل بقى يبقى موجود بالفترة اللي جاية اه هدول اللي انا بدور عليهم بقى اللي قدام انا يعني اه يعني حالك مش مع ان كروش يكامل لا لا خالص كمستري بتاعتك ككروش اعلى مننا لشوية احنا مش فسبنا فعلنا ما افتكرش ده فيه نقطة فنية تيم السنغال بيملك قلبي دفاع طوال جدا خذها الارض لا انا محمد شريف الماتش ده بتاع الماتش ده بتاع محمد شريف ده حركة حتى في الحركة والمروغة وبيستلم وبيدور ويليلق ويحطها في البعيدة ده ماتش محمد شريف مش ماتش مصطفى محمد ما احترام من مصطفى مصطفى كرات العالية والسنة تيم زي ده سلية يشتغل مع حمدي يشتغل مع محمد صراح يشتغل مع محمد صراح للجول ما اقفش قاعد بر كلنا قلنا اقفش يعني اقفش لو انت عايز تهدي سرعة مرادل حينجل شغال لحضرتك في سرعتك ايه حجم التعادتهم على ده وخدتهم جاملة طيب خدتوا ليه خدتوا الماتشين ده ده الوعيب الوحيد في رونس الملاجة حسامة الشايف وكاشف ويبعثني على الجول لانا ساعل ساعل هو نوع يبعثه عنده ملكة ما كانش واضح انه ما فيه مش قناع عنه طب حالك معا كيروش يكمل لكابتل مستامة ولا لأ لا هو يعني هو خد فرصة طبعا وهو كان بيراهن على كاس العالم يعني حتى بطولة العرب قال لك أنا بعد لكاس العالم لا لا لكاس العالم صح لعا افريقيا لو لا الضغط الجماهيري والاعلامي ان احنا مصر ولازم يعني ابتدى يهتم او بافريقيا كان برضو لما بيتكلم بيتكلم على كاس العالم صح فهو دلوقتي المهمة اللي هو جاي ليها هو خرج منها صحيح خرجنا بضربات الجزاء ودي بيبقى فيها نسبيا توفيق رغم أنا قناعة الشخصية ان في مجمل الماتشين السنغال كان متفوقا يعني يعني في مجمل الماتشين بالأداء بالفرص السنغال كان أقرب للوصول صحيح هو وصلوا بضربات الجزاء لكن دي حقيقة يعني صحيح أنت دخل وماتش أفريقيا في بطولة أفريقيا جبت أربعة جوال ودخل فيك كامبول دخل فيك جوليم يعني كل الوقت ده بقى أنه ثمان سنين مش عارفين نعمل سترايكر مصر مصر مش عارف تعمل سترايكر ما هو ما هندي نقطة مهمة ساعة صحيح لولا إن زيزو عمل كورتلا ما نزل لناحة الشمال كل التركيز على محمد صلاح محمد صلاح مش موفق أنت ملكش مش حاسس أنك هتجيب جون يعني مش حاسس أننا هتجيب جون فما فيش شك أنه أخد فرصة في ثلاث بطولات ولكن هي الفكرة مين اللي هيجي بقى يعني هي دي الفكرة مين اللي هيجي فهي دي لازم المقارنة اللي طيح يحصل ودي بقى حد أقل منه فهي دي الفكرة مين اللي هيقدر يمسك الفترة الجاية فلازم بقى فيه استراتيجية واضحة للتحدي هو ده كابتل نحن بمقالب به أن يكون هناك استراتيجية واضحة لما هو قادم فقط قولنا واحد من ثلاث حتة أقل في التدريب يعني حتة أننا هجيب واحد أقل من كوروش بقى له بيدرب بقى له فترة كبيرة الكيميا بتاعته مع التيم بتاع مصر فأنا أجيب حد مدرب على كفاءة عالية في سن معقول وعند خبرات كابتل أنا أقصد ما أنا معاك أنا أقصد أن كفاءة عالية ما روحش هستعجل واجيب أي حاجة لأن القرار كان فردي القرار كان فردي ما كانش مجلس إداره أيوة يعني كان اللجنة بتدير واختار عن طريق فنجادة ورأي شوال شوال أجنبي ولا مصري كف أي أن كان مصري أو أجنبي يعني بس أنت بتجيب راجل أنت حس بالفترة دي تجيب مصري أجنبي عربي وفي مدربين عربي لا عربي ليه ما في مصريين كفاءة بقى أنت نجيب عربي أجنبي يا مصري تتخيل تتخيل مدرب مصري ولا مدرب أجنبي أنا معك كفاءة إحنا كده عدينا كابتل من الإسلام نعم أنا بقول أنا بص بس على أسلول الكلام اللي قالوس كرش في المؤتمر الصحفي يعني أنه تقريبا تقريبا يعني ببناء على الكلام اللي أنا بقى أرهد الوقت ده تقريبا هو قدم استقالة يعني أو مش قدم استقالة يعني بيقولك إيه مثلا وبيشيل الحرقة يعني قال لك يعني يا جماعة مصري لازم تبتدي مش إحنا قالك مصري لازم تبتدي وكان الفترة فيه يقول لك إحنا دلوقتي قالك مصري لأنه عقده انتهى بالنهاردة تجاهز لما هو قادم أو لكاس العالم القادمة في الفترة اللي جاي أو من دلوقتي في الاربع سنين اللي جاي ما كنت عايق بتتكلم دلوقتي يعني بيتكلم على أنه هو استمتع بالشغل خلال الست شهور اللي فاتوا فيعني الراجل بيقول ايه شكرا يعني أنا ماشي خلاص أنا بس عشان كده بقرأ اللي بتاع فضلك أترحان أنا مع كابتن شريف أنه في اختيار المدرب في مدارس تنفعنا جدا في مصر يا إما مصري ويبقى عنده خبرات وبيشتغل بعين جيدة ومعه جهاز فني على أعلى مستوى جهاز فني مش معناه أنه أنا يبقى معايا ثلاثة أربع لعبة قدام قاعدين معايا لا الجهاز بيبقى فيه مساعد والمساعد ده ليه صلاحيات وليه رؤية معينة بسخ فيه جدا ومش بعيد قوي ممكن يبقى أعلى مني في الجانب التكتيكي يعني أنا أستعين بيه في الجانب التكتيكي أنا ألعب بالشكل الفلاني يبقى هو بيساعدني لأنه هو قاعد ما بيوجهش أنا اللي بقوم أوجه زي ما قال الكابتن شريف المدرسة الألماني عنده من النظام ده والنمرة اثنين الفرنسي المدرسة الفرنسية متقدمين جدا واخدين كاس عالم عندهم مداربين ريناردو ده البي رينارد أه صح فرنسي فرنسي متقدمين جدا في الكورة وشوف على طول حتى على مستوى السيدات أو البنات في الكورة متقدمين جدا المدرسة دي في الألمان والفرنسي والجماعة المدرسة الفرنسية أعتقد نسبنا جدا برشح المصري نمرة واحد ثم الألماني ثم الفرنسي طيب هنتلع فصل أخير وبعد هذا الفصل هنرجع نتكلم أكتر عن النادي الأهلي ومهمة قومية أخرى نحن نكون نتكلم عن مهمة قومية خلال الأسبوع اللي فات بالكامل بتدعم من يوم الجمعة لغاية النهاردة ولكن عندنا جماعة مهمة أيضا يوم الحد القادم مهمة قومية استكمال النادي الأهلي البطولة الأفريقية بطولة دولة أفطار أفريقيا وأصبح الممثل الوحيد حتى الآن في هذه البطولة لو كسبنا إن شاء الله وصعدنا إلى الدور القادم هيبقى النادي الأهلي هو الممثل الوحيد لكرة القدم المصرية في هذه البطولة نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع ناخد رأي كابتلنا الكبار أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين كابتن شريف عايز برضو أسأل حضرتك عن الأهلي عندنا مباراة يوم الحد القادم وجلت من يوم السبت والحد وأعتقد أن ده في مصلحة الفريق عندك سبع لعبين في شناوي عمر السلية حمدي فتحي عيمان أشرف ياسر إبراهيم أفشا رمي ربيعة رمي ربيعة يعني عندك سبع لعبين هتخرجهم إزاي من حالة الإحباط اللي موجودة في الآخر منتخب بلد الخرج ورمي يصل إلى كاس العالم قبل المباراة مهمة جدا ولازم تكسب فيه بص هقولك على حاجة نفسيا وشكلا وموضوعا إحنا عندنا إدارة بتقدر تحتوي أي مشكلة بنزل اللاعبين وبعضوا معهم وبتحصل لنا كتير بتحصل لنا وإحنا كسبانين وبتحصل لنا وإحنا مغلوبين في عدم توفيق فالأهم 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 أنا داخل دلوقتي على المباراة لدي ما أكسب أوتعديل على الأقل فإسلوب الشكل والمدير الفني والإدارة ومفشي بتاخد اللعيبة وحاجات كده وبتأهلها وبشوفوا مين الفيزيكل بتاعه كمان اللي هو قدر يخش المباراة لأنه مش شار طويل برده من درس شاهد واحد الحمد فاتحي مثلا تعبان جدا وأبتدي به مثلا وممكن في ديانج وفي والسليع مثلا معلول وفي معلول اللي بالك تعبين برده جاي برده يعني تعال لك أكتر من سبعة لعبة دي أحوال يويها برده لغاية اليومين التهاتي اللي حيوجو فيهم دول ما يبقاش فيه استرس عليه إذا كان بدنيا أو زهنيا أو أي حاجة وأعتقد أن الحكاية شكلها احترافي شوية فيه ناس محترفين يقدروا فيه مساعدين يقدروا يتكلموا فيه جوانا وخلاص إحنا بنجي كلعيبة دلوقتي يعني بنقبل أو لا وده الوضع اللي قدامنا هارد لك إحنا خارجين بضربات جزائي يعني ما تغلبناش ثلاثة أربعة في السنغال مثلا فدي أنا اللي هميني أهم حاجة دلوقتي الحالة البدانية بتاع تلعبتي ما يبيش لعيبة عندي متعور هو ده اللي أنا هاخد به وماتش صعب قدام فرقة عندها فكرة عن الكورة وبتتحرك كويس قوي بس ما عندهمش هلال السوداني الفينشينج اللي يخليك تقلق منهم بيجوا عند حتة اللمسة الأخيرة اللمسة الأخيرة وبيبقى فيه برضو انت اشتراكك معهم صعوبات وكمانا ده يخليك ان انت محتاج لعيبة تقدر تجري يعني يبقى قفشة مثلا ليه دور ديانج ليه دور أحمد شريف موجود بتبني بقى جنبه أحمد عبدالقادر يعني الحمد لله لنادي الأهلي عنده وفرة من اللاعبين همدي أحمد عبدالقادر ده كان موجود因为 ح exploمة يخلص خلص خلص Dafür أنا أعد 1979 على أفشة بقوله سخن انت موجود شدعو بقى وسدي وعدكم حسنا إن شاء الله ندلاق لي عنده وفرة من الشباب من اللاعبية الكويسة قوي المهتمين ان هوا يكونوا في يعدوا الدور ده بإذن الله وكل سنة بتبقى كده المستطيع مع Bottom البطولة بعد كده بإذن الله. كابتن أسامة. لا ماتش هيبقى طبعا أكيد صعب. لكن النادي الأهلي خبرات لعبته. النهاردة فيهم أربعة خمسة بلعبوا في المنتخب ضد واحد من أحسن منتخبات في إفريقيا. زي كابتن شريف قال بس هي حتة الاستشفى دي. والحتة كمان النفسية أن احنا نخرجهم من الزعل اللي هيكون عشان خرجوا من كاس العالم. لكن هي كرة القدم كده في العالم كله. ده بيحصل. وشوفنا المنتخب الإيطالي. كمان لسه طالع من مقدونيا. فده بيحصل في العالم. بس البرتغال كذبت مقدونيا. كذبه خلاص؟ آه. يعني المنتخب كذبه واثنين. كان اثنين صفر ما رأسه بقى كمبتنين. بخلاص. البرتغال طبعا أقوى. كامبرونو اللي جابت جون الأولاني. مش فاكر من اللي جابتن دي. فلازم بقى خلاص نقفل صفحة كاس العالم. ويخرجوا من الموضوع ده. لأنهم مؤثرين جدا. من أول ما قلتش الناوي. حمدي. سولية. أيمان أزرف. ياسر. رامي. أفشا. يعني سبعة تمانية. ملموع كلهم. آه. لازم يخرجوا من الحتة يعني يتعالجوا نفسي أو يعني يتكلم معهم الجهاز بشكل كويس. قبل التدريب. لأنهم مش يعني لو خدوا. قعدوا أربعة يام. لو قعدوا أربعة يام وتمرانوا بس يوم اللي قبل الماتش خفيف. هيمجاهزين. يعني ده اللعب وعدد ماتشات غير طبيعي كبير جدا في الفترة اللي فات يعني. خبراتنا أكبر. ما تشف ملعبنا. لكن طبعا نحترم فرقة الليل. بس إن شاء الله قادرين نحن نتخطاهم. كابتن عائد. وفي كذا حاجة. أول حاجة مطمئ للناس. إن اللعبة النادي دائما بتفصل. أنا خلاص لدوري. بخش على أفريقيا. بخش على كاس عالم عندها. برجع تاني لدوري. بروح كاس عالم. تصفيات كاس عالم. فالميزة. يعني الجزائر هدف في الديئة 118. ياه. الحمد لله. في الديئة 118. طبعا خلاص. 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 ده لازم يجيبوا جنيه. لأ جنيه واحد برضو. بس يعني بنسبة كبيرة يعني الجزائر. انتهى الماتش. سواني يعني على نهاية أول ما تخلص. سأسألوا ليش. تفضل لك كابتل عالم. اللعيبة. لحبتي نادل قالي. تربط على الحتة دي. النهاردة بيلعبوا قدام جماهير. سواء في الكاميرون أو النهاردة. ولا كأن فيه جمهور. لأن مركز جدا. وطبيعتنا. انه احنا بنفصل في البطولات. ودي حاجة ما تربيين عليه. الجانب الآخر. كابتل محمود مع الجهاز الفني. هيبقى لي دور الكابتل محمود. انه هو. هم اللعيبة تحبه جدا. وبتتصغ فيه. في حتة الجانب النفسي. انه أنا. مع الجهاز الفني طبعا. يدقى فيه. نوع من الهدوء شوية. ما فيش تدريب ليهم. تلات اربعة ايام دول. يعني. كله نفسي بس. كله نفسي. وانا بعود بقى كاس عالم. بالحداشر. موكي. بطولة رقم حداشر. اللي تحط في. بإذن الله تعالى. في العمود. اللي كده هيبقى موجود في النادي. إن شاء الله. الجهاز الفني عليه دور مهم جدا. إن أنا. الولاد دول. موجودين. ويبقى دل البديل. أنا مجهزه. أنا بحي جدا. مسيمان على الأجهاز اللي هده لها. ده لها اللعيبة. لأن اللعيبة. أنا شفتهم في التمرين من خلال قناة الأهلي. شايفهم وما بقدوا. أداء بدني. عالي جدا. قوي جدا. اللي أنا بشوفه. إنه الجانب النفسي. والبدني. والفصل بين البطولات. دي عملية هتبقى. في صالحنا. يعود خروج. إن أنا أكمل في كاس عالم. عندي كاس عالم أندية. من خلال البطولة الحداشر. التي هتوصلني كاس عالم تاني. الجيل ده. جيل محترم. وقادر أنه يفصل ما بين البطولات. بإذن الله تعالى. الماتش اللي جاي. هنكسبه. وهنكسبه بسكور عالي. بإذن الله تعالى. لأنه الدوافع عندنا. واللي متربين عليها في النادي الأهلي. دوافع مش موجودة عند أي إنسان في العالم. يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي. في المباراة القادمة. وإن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم. هنقفل صفحة المنتخب الوطني. وحنقفل صفحة إن خلاص لم نصعد إلى كأس العالم. أصبح الأمر واقع. اللي جاي بقى إيه؟ اللي جاي حدركز. طبعا كل ترجزنا يعود مرة أخرى للنادي الأهلي. وإن شاء الله يكون له دور في عودة البسمة لكل الجمهور المصر. إن شاء الله بداية من يوم الحد القادم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن عادل. شكرا جزيلا يا كابتن شريف. شكرا جزيلا يا كابتن سامة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا إن شاء الله التقي مع حضرتك بكرة. وحلقة نهاية الأسبوع من البيت الكبير. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله.